بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي كأول بنك يفتح مركزه الرئيس بمأرب وفي الافتتاح أكد الوكيل مفتاح أن افتتاح مركز رئيسي لبنك تجاري في مأرب يعد خطوة متقدمة لها دلالات كبيرة أمنية واقتصادية واجتماعية وتنموية وإضافة نوعية للسوق المالية التي يجري إنشاؤها في المحافظة مشيرا لأن بنك الشرق سيمثل أحد الشركاء المهمين والفاعلين مع السلطة المحلية من أجل تحقيق التنمية وإعادة الإعمار واجتب الاستثمارات ورؤوس الأموال والاستغرار الفرص الكبيرة والواعدة التي تتميز بها المحافظة في مختلف المجالات من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البنك صادق عبد ناجي الخدمات والمميزات التي يقدمها البنك لعملائه على مستوى الوطن والخارج مؤكدا أن البنك يسعى إلى حشد الطاقات وتعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة للتنمية الاقتصادية على أسس تكاملية من أجل تقديم خدمات مصرفية متكاملة ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة